ننسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين فعلا أجواء باردة بدأت تدخل علينا من يوم الأمس وهذا كله بفعل دخول المرتفع الجوي القادم من شمال غرب شبه الجزيرة العربية واللي محمول بكتلة هوائية باردة أثرت في هذا الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة حاليا درجات الحرارة تتراوح في معظم المناطق الصحراوية والمكشوفة وكذلك في المزارع ما بين 10 درجات إلى 13 درجة مئوية لكن أيضا درجات الحرارة المحسوسة أقل من هذه المعدلات بحول 3 درجات إلى 5 درجات مئوية بقية المناطق تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية وبالنسبة للمربعانية إن شاء الله رح تدخل علينا أو يدخل علينا موسم المربعانية في السابع من شهر ديسمبر الجاري ومعاها إن شاء الله رح تبدي درجات الحرارة بالانخفاض الملحوظ أكثر واللي أيضا رح يكون مستمر أما بالنسبة لي الرياح فهي حاليا شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها خلال هذه الليلة ما بين 15 إلى 38 كم في الساعة ورح تستمر معانا أيضا في يوم الغد وأيضا رح نلاحب تكاثر الاستحب تدريجي مع نهاية نهار يوم الغد أجواء مناسبة جدا لممارسة جميع الهوايات الخارجية ومحبين التصوير الخارجي هذه فرصتكم بممارسة هواياتكم خلال هذه الأجواء الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء باردة وتصل درجة الحرارة حاليا في مدينة الكويت إلى 18 درجة مئوية لكن الحرارة المحسوسة ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية الرطوبة النسبية 32% والرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كم رياح حاليا غربية وسرعتها 6 كم في الساعة مثل ما ذكرنا أعزاء المشاهدين حاليا دخل علينا المرتفع الجوي القادم من شمال غرب شبه الجزيرة العربية اللي أيضا أدى إلى تحول في اتجاه رياح إلى رياح شمالية غربية رح تستمر معانا خلال يوم الغد وأيضا حتى بداية يوم الأحد من بعدها رح يرجع معانا الهوى الكوست لكن أيضا ما رح يطول وايد ورح يرجع معانا في منتصف هذا الأسبوع الهوى الشمالي الغربي الأجواء المتوقعة في صباح يوم الغد أجواء رح تكون باردة ومتوقع تتراوح درجات الحرارة في المناطق الشمالية سبع درجات مئوية المتوقعة أما غربا في الشقاية والسالمي متوقع تصل إلى ست درجات مئوية جنوبا في الوفرة ثمان درجات مئوية بقية المناطق قد تصل فيها درجات الحرارة ما بين تسع درجات إلى ثنعش درجة مئوية أيضا رح تبدي تتكاثر بعض السحب تدريجيا في صباح يوم الغد ورح تكون ملحوظة أكثر في منتصف يوم الغد بشكل عام رح تكون أجواء غائمة جزئيا مناسبة جدا لمحبين التصوير الخارجي وكذلك التصوير الجوي أيضا الهوى الشمالي الغربي رح يستمر معنا خفيف إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 35 كم في الساعة وأجواء أيضا رح تكون معتدلة إلى دافية وقد تصل درجات الحرارة ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية في معظم المناطق البري وكذلك داخل البحر مساء يوم الغد استمرار في الهوى الشمالي الغربي واستمرار أيضا في الأجواء الغائمة جزئيا ودرجات الحرارة رح أيضا تستمر في الانخفاض قد تصل في مساء يوم الغد ما بين 11 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية في معظم المناطق البرية البحر خلال يوم الغد رح يكون خفيف إلى معتدل الموج يصل الارتفاع الموج في نهار يوم الغد ما بين 2 إلى 5 تقدام ومساء مع تراجع سرعة الرياح الشمالية الغربية أكثر قد يصل الارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أخدام أجواء جميلة ومناسبة جدا مارسة جميع الأنشطة والهوايات البحرية لكن حطوا بالكم من هذا الانخفاض في درجات الحرارة أما بالنسبة للمواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 5 و 3 دقايق شروق الشمس 26 و 27 و موعد أذان المغرب ساعة 4 و 49 دقيقة أما بالنسبة للتقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة أجواء رح تكون غائمة جزئيا في يوم الغد ومعتدلة خلال فترة النهار قد تصل العظمى إلى 22 أما الصغرى المتوقعة في مدينة الكويت قد تصل إلى 12 درجة مئوية لكن أيضا رح تكون من خفضة أكثر في المناطق الصحراوية والمكشوفة هوى الشمالي الغربي بشكل عام رح تصل سرعتها في نهار يوم الغد ما بين 12 إلى 35 أما مساء قد تصل ما بين الستة إلى 28 كم في الساعة الهوى الشمالي الغربي رح يستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الأحد من بعدها رح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح جنوبية شرقية بشكل عام رح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة 8 إلى 30 كم في الساعة الأجواء الغائمة مستمرة وأيضا الأجواء المعتدلة مستمرة قد تصل في فترة النهار درجات الحرارة إلى 21 أما في فترات الصباح وأيضا خلال فترات الليل قد تصل إلى 11 درجة مئوية أيضا الهوى الجنوب الشرقي رح يستمر معنا حتى نهاية نهار يوم الأثنين من بعدها رح تبدي ترجع مرة ثانية الرياح إلى رياح شمالية غربية قد تكون نشطة على فترات في بعض الفترات ما بين 15 إلى 45 كم في الساعة وأيضا الأجواء الغائمة رح تكون مستمرة معنا في يوم الأثنين العظمى المتوقعة 24 والصغرى 13 درجة مئوية الهوى الشمالي الغربي رح يكون ملحوظ أكثر في يوم الثلاثة والأربعة أيضا رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 10 إلى 32 في يوم الثلاثة وعشر إلى ثلاثين في يوم الأربعة عبور السحب أيضا وارد ومستمر معنا في يوم الثلاثة والأربعة العظمى 23 أما الصغرى المتوقعة قد تصل إلى 13 درجة مئوية أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا الجوية تمنياتنا لكم قضاء أسعد الأوقات في ظل هذه الأجواء الباردة واللطيفة أما الآن نتركوا مع جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم